طيب مباراة الاهل والترجي التونسي مباراة صعبة جدا مباراة مهمة جدا المباراة الاولى هتتلاقي في رادس يوم السبت المقبل بإذن الله الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومباراة هيديرها تقم تحكيم جزائري بقيادة الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال وعلى تقنية الفار الحكم الموريتاني دحان بيدا الآن الآن جدا مش هايزة اتكلم عن التحكيم كتير بس انا الآن جدا نتيجة اختيار الموريتاني دحان بيدا على تقنية الفيديو وهو انت لو سألته يمكن لو حد ليه علاقة بدحان بيدا وسأله كده حتى بشكل مباشر مباراةك مع الاهل الفترة غيرا اقولك انا مش محظوظ مع الاهل كل مباراة مع الاهل فيها اخطاء تحكيمية سواء من الملعب او حتى من الفار فعموما نتمنى يا رب يكون موفق وما يكونش عنده اخطاء مؤثرة على نتيجة اللقاء نفس الامر ليه مصطفى غربال الفترة الاخيرة كل المباريات اللي بيدرها للاهل سواء افريقيا او حتى في كاس العالم الانديا اللي اقيمت في المغرب قراراته كانت عكسية وكانت فيها اخطاء تحكيمية وهو حتى الفترة الاخيرة مستوى التحكيمي مزي ما كان موجود من 3-4 سنين فانتمنى يا رب بإذن الله يكون التحكيم على قدر وقيمة وحدث هذا اللقاء لكن على الجانب الاخر وانت في الملعب مهم جدا انك تركز في الجوانب الفنية لو حطت التحكيم في دماغك بتخسر وشوفنا مباراة في الكنفيدرالية كلام عن التحكيم كتير خلى لعيبة نزلة مش مركزة فضرب الجزاء في البداية الاجواء ما كانتش كويسة مباراة في مباراة الزهاب في الكنفيدرالية فمش عايزين نركز على التحكيم كتير ولكن التخوف مطلوب والحزر مطلوب والتركيز في الملعب اتمنى يكون اعلى وافضل واتمنى رسالتنا توصل سواء للمسؤولين في الكافة وحتى للحكام ارجوكم يا جماعة فاينال دور الابطال مش عايزين في اخطاء فاينال دور الابطال الفار يكون الناس حريصة جدا على المتابعة ومتابعة كل الاجراءات وليتشيك على الفار يكون من بدري وكل الاجراءات تكون تمام نتمنى يا رب بإذن الله ده يكون موجود في مطش الفاينال اما على الجوانب الفنية بقى طبعا النهاردة الفريق خد اجازة بعد ما استقنف التدريبات بالامس ويكون في تدريب بكرة يوم الثلاثاء ويوم اللاربع والصفر مساء يوم اللاربع الى تونس عشان تتمرن يوم الخميس على ملعب الجامعة التونسية وهتتمرن يوم الجمعة على ملعب المباراة وتلعب المباراة يوم السبت وترجع على طول بعد المباراة عشان تحضر للقاء العودة اللي هيكون بعدها بإسبوع على استاد القاهرة الدولي بحضور سبعين الف مشجع ترجمة نانسي قنقر